موسيقى ذكر العلماء أن من شروط شهادة اللا إله إلا الله المحبة فما دليلهم كان الحسن البصري رحمه الله يقول ادعى قوم محبة الله تبارك وتعالى فابتلاهم الله سبحانه وتعالى بقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله ويغفر لكم جنوبكم والله غفر رحيم فمن ادعى محبة الله أو ادعى أنه من أهل لا إله إلا الله فيجب عليه أن يكون صادقا في محبته لها ومحبته لأهلها وبغضه لمن أتى بناقض من نواقضها أو حارب لا إله إلا الله أو كان عدوا من أعداء هذه الكلمة العظيمة المباركة التي هي كلمة الإيمان والتوحيد والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون فالذين يحبهم الله هم الذين يحبون لا إله إلا الله والذين يحبون الله هم الذين يحبون لا إله إلا الله قال عليه الصلاة والسلام سلاة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله رسوله أحب إليه مما سواء ما جعلني الله وإياه من أهل لا إله إلى الله ورزقني الله وإياك محبتها وأن نكون ممن أحب هذه الكلمة وأحب أهلها وحشر معهم في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وسلم